نروح بقى لمونديال اليد هنا ونتكلم ان الختام خلاص حصل او يعني الختام كان بالامس ومبروك اكيد لمنتخب الدنمارك اللي توج بلقب العالم للمرة التانية في تاريخه بالفوز هنا الثمين وحنقول الصعب فايس 26 24 على نظيره السويدي في المباراة النهائية للنسخة 27 من البطولة اللي اختطمت فعليتها زي ما كلنا تابعنا بالامس وحسب المنتخب الدنماركي لقب البطولة للنسخة الثانية على التوالي كمان هي المرة التانية خلينا نقول في تاريخه كان المنتخب الدنماركي احرز لقبه الاول بالفوز على نظيره كان النرويجي في المباراة النهائية للنسخة اللي فاتت في البطولة اللي استضافتها الدنمارك بالتنظيم المشترك وقتها مع المانيا الحقيقة حفل الختام امبارح شاهد حضوره الدكتور مصطفى مجبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كمان كان معهم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ويسلم رئيس الوزراء كأس البطولة للمنتخب الفائز بالمركز الاول بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي لللعبة اضافة الى تسليم رأي التنظيم المونديال في نسخته الـ 28 الى مسؤولي دولتي السويد وبولندا والمقرر استضافة المونديال بهما عام 2023 قال رئيس الوزراء ان مصر استطاعت تنظيم بطولة العالم لليد رجال بنجاح ملحوظ في وقت لا تزال فيه جائحة كورونا تفرض خيود على حركة وعلى نشاط البلدان حول العالم وقال كمان جملة مهمة جدا قال لقد كنا امام اختبار حقيقي استطعنا اجتيازه بتفوق وشهدت لنا بذلك بعثات الدول المشاركة في البطولة وطبعا اشهد الدكتور مصطفى مدبولي بالاداء القوي والرجولي المشرف للمنتخب المصري لكرة اليد اللي ابهر العالم بالمعنى يعني الحرفي للكلمة